مانيا الخبير في يدي دابليول الشؤون الألمانية والأوروبية السيد لؤي المدهون بداية مرحوم بك سيد المدهون في نشرة السادسة عبر رشيد بعد أن خففت غالبية الدول الأوروبية إجراءات مكافحة كورونا برأيك ما هي الأخطار الواقعية من التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية تفضل لك الكلمة أعتقد أن الأخطار تتمركز حول مدى جدية الأفراد في تطبيق هذه الإجراءات لأنها لم ترفع غالبية غالية الإجراءات تم تخفيف الإجراءات الاحترازية وإجراءات التبادل الاجتماعي في الدول الأوروبية فعلا نجحت في السيطرة مؤقتا ونسبيا على هذا المرض لكن فيروس كورونا لا يزال موجود ولا يمكن حدوث موجات أخرى موجة ثانية وثالثة لا تزال واردة كما أننا أمام تحديات كبيرة تتعلق أيضا بتداعيات فتح مجالات الصفر انتقال البشر انتقال الأفراد بدء موسم السياحة الصيفية يعني نحن أمام جملة من العوامل غير المؤكدة التي لا نعرف بالضبط كيفية تأثيرها على سرعة تفشي هذه الجائحة من الصعب الحديث عن الصيدرة الكاملة على هذه المرض نحن الأمر يتعلق بعدة عوامل أهمها مدى انتباط الأفراد في الحفاظ على الحد الأدنى من إجراءات التباعد الاجتماعي طيب سيد المدهون ما هي تعليقاتكم حول تحضيرات منظمة الصحة العالمية بعدم التلاخي في تطبيق الإجراءات الوقائية هل فعلا يعود إلى إمكانية سرعة انتشار الفيروس مرة أخرى من جديد؟ طبعا أعتقد أن منظمة الصحة العالمية وخبرائها والمختصين هناك فيها في علوم الأوبئة يعتمدون في تحذيراتهم على الأرقام التي تتصلهم الأرقام تتحدث لغة واضحة نحن سنصل إلى عتبة العشرة ملايين إصابة في الأيام القادمة أعتقد أن هذا الأمر مؤكد كما أن المرض انتشر في الأسبوع الأخيرة بشكل كبير وانتقلت بؤرة الانتشار من أوروبا إلى أمريكا الشمالية والجنوبية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية والآن في البرازيل وهما دولتان يقودوها قائدان شعبويان يبتعدان عن العقلانية والبراجماتية السياسية وساهمت سياساتهما في عدم أو فقدان السيطرة على المرض أعتقد أن التحذيرات هذه المبررة لكن يجب أن لا ننسى قضية مهمة جدا أن تحدي التعامل مع جائحة كورونا ليست فقط تحديا صحيا أو طبيا هو تحدي اجتماعي بالدرجة الأولى وله طبعا أبعاد اقتصادية في الدول التي سيطرت نسبيا على هذا المرض هذه الدول تفكر في البودرة الاقتصادية تريد تحريك عدد عجلة الاقتصاد تريد الخروج من حالة الانغلاق التام بينما منظمة الصحة العالمية تركز على الأرقام وعلى البعد الطبي لذلك أعتقد أنها محقة في تحذيراتها لكن يجب أن لا ننسى أن كثير من الدول والمجتمعات تعلمت في الأشهر الأخيرة أيضا التعايش مع هذا الفيروس وأعتقد أن هذا الفيروس سيرافقنا في الأشهر إن لم يكن في السنوات القادمة طيب تحدثت عن موجات جديدة من الفيروس ما مدى واقعية هذا الكلام وخطر عودة هذا الفيروس بموجات جديدة كما هو الحال في إيران يعني كما نرى الآن أيضا هنا في ألمانيا كما قبل عدة أيام اكتشفت بؤرة كبيرة لانتشار فيروس كورونا في غرب ألمانيا في منطقة توجد فيها أكبر مسلح في أوروبا وهنا في هذه المنطقة تمت انتقلت العدوى بشكل كبير جدا إلى أكثر من ثلاثة ألاف شخص خلال عدة أيام نظر الظروف الصعبة وغياب الالتزام بقواعد الصحة داخل هذا المسلح وهذا يعني أن الحكومة الولاية شمال الراين ويسفاليا اضطرت إلى إغلاق محلي في هذه المنطقة يعني هذا مجرد تحذيل ومثال لهذه المنطقة ذكرت من مثال إيران أعتقد أن الأرقام في إيران أرقام لا تزال غير دقيقة وأنها أرقام أكبر بكثير مما تقوله الحكومة لكن وبعد أن سيطرت الحكومة الإيرانية وفق بياناتها وبيانات المنظر الصحة العالمية على المرض يبدو أن هناك موجة أخرى ضربت البلاد أعتقد أن هناك موجات صغيرة ستضرب أيضا أماكن أوروبية في المناطق التي سينتشر فيها السياح نحن نعرف الآن أن هذا الفيروس ينتشر في المناطق التي يتواجد فيها تجمعات بشرية كبيرة وهذه التجمعات لا تقوم بالالتزام بقواعد الصحة العامة وبقواعد منع العدوى والتباعد الاجتماعي هذا هو لب الموضوع قضية انضباط الأفراد بالدرجة الأولى هو الذي سيحدد القدرة على السيطرة على هذه الجائحة أم لا أما الدول والمجتمعات بإمكانها أن تفرض حاجة صحية وإجراءات احترازية لكن الانضباط الشخصي هو العامل الحاسم في هذه القضية طيب سيد مدهون يعني تعقيبا على كلامك كيف يمكن أن يؤثر موسمة الإجازات والسياحة الصيفية على انتشار وباء كورونا أعتقد أن الآن التعامل وبدء فترة العطلات هنا خاصة في أوروبا ودول جنوب البحر المتوسط أن هناك نوع من التفاؤل المبالغ به الآن لأننا لا نعرف بالضبط كيف سينتجر المرض في بداية شهر القادم عندما سيسافر ملايين السياح من شمال ووسط أوروبا إلى غرب أوروبا إلى جنوب أوروبا عفوا والعكس لاحنا لا نعرف هذا الأمر لكن نعتقد أنه توجد مبررات ودلائل واضحة تشير إلى أن العامل الإنساني العامل الإنساني معناها عدم التزام الأفراد بهذه القواعد بجانب طبعا أخطاء كبيرة تتعلق بالكم الكم البشري في منطقة سياحية في بؤرة سياحية معينة ممكن يحول هذه المنطقة بسرعة إلى بؤرة ينتشر فيها فيروس كورونا لذلك نحن الآن نعتمد على كيفية إدارة موسم العطلات كيفية إدارة رحلات الطيران كيفية إدارة المسافرين رغم أنني أعتقد أن عدد المسافرين سيكون محدودة جدا لأن كثير من الأسر ومن أصحاب الإجازات يفضلون البقاء في بيوتهم وأعتقد أن هذا هو التصرف الأكثر عقلانية في هذه اللحظة لكن الأمور غير الواضحة لذلك لا أحد من الخبراء أو من أخصائي العلوم الأوبئة يستبعد حدوث موجة ثانية لأن هناك أكثر من عامل يؤثر في تطور هذه القضية حدثنا مباشرة من ألمانيا بالصوت والصورة سيد أيل مدهون الخبير في أديد بليول الشؤون الألمانية والأوروبية شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في نشرة السادسة شكرا جزيلا لك